يقترب القتال بين إسرائيل وحزب الله من تحوله إلى صراع شامل على الحدود الشمالية اللبنانية الإسرائيلية مع الاستعدادات لمواجهة عسكرية محتملة في ذروة التوتر في المنطقة الوقائع الميدانية تنظر بالتساعد تصعيد مع إعلان الجيش الإسرائيلي إجراء مائة يوم من التدريبات العسكرية في المنطقة تدريبات تحاكي حرب المدن والقتال في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية تحت الظروف الجوية الشتوية يأتي هذا التطور بالتزامن مع تكثيف حزب الله هجماته على المناطق الإسرائيلية الشمالية عقب مقتل عناصره في قصف إسرائيلي والكشف عن ترسانة جديدة من الصواريخ المتطورة أبرزها فالق واحد إيرانية الصنع وتحذر إسرائيل من أنها لم تعد قادرة على تحمل وجود حزب الله على طول حدودها وتهدد بأن الحرب ستقع حتما مع لبنان إذا لم يتم التوصل إلى حل تبلوماسي وهو ما تترجمه تحركاتها ففي الوقت الذي وضعت جدولاً زمنياً لإعادة ثمانين ألف نازحاً من المستوطنات إلى ديارهم بنهاية الشهر الجاري أكدت أنها تعد العدة لإيواء مئة ألف آخرين من سكان مستوطنات الشمال في مدارس في مناطق أخرى ويترافق ذلك مع اتساع عملياتها في لبنان التي تجاوزت نهر لطاني فيما تحولت عملياتها إلى الحرب الأمنية لجهة ملاحقة القيادين والعناصر واستهداف منازل يشتبه في أنها كانت تؤوي مقاتلي الحزب وتنفذ ضربات في العمق اللبناني ترجمة نانسي قنقر